دكتور لما لي نتكلم بقى عن معرض الكتاب وفكرة اختيار الحضارة المصرية القديمة والهوية عشان تكون شعار للمعرض دي حاجة مميزة ومختلفة وإحنا حارسين على تأكدها في الفترة الأخيرة هو طبعا يعني أنا شايف أن فيه اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية بخاطر رئيس عفتاح السيسي بالأثار المصرية بدءا يعني بدءا عفوا من موكب المميوات الملكية ثم طريق كباش أو طريق الاحتفالات في الأقصر وحاليا اختيار دكتور سليم حسن عالم الأثار الجليل كي يكون شخصية معرض الكتاب لهذا العام في دوراته الخمسة والخمسين فده يعني فخر كبير جدا لنا أن احنا كأثريين وعلماء مصريات أن يتم يعني التركيز على المصريات في هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر العظيمة لأن لو بصينا لو رجعنا بالزمن يعني 100 سنة كده الورى بدايات القرن العشرين وبصينا لثورة 19 واكتشاف مقبرة توتعان خامون 1922 فبدأت الهوية المصرية تظهر في ذلك التوقيت بشكل كبير جدا بدأنا نشوف بقى سيد درويش بيعمل مزيكة وطنية المثال محمود مختار بيعمل تمثال نهضة مصر طبعا بدأت الروايات بقى أن نجيب محفوظ شغله للمرحلة الفرعونية وقبل كده الأساس توفيه الحكيم مع عمل عودة الروح فاحنا حوالي كل 100 سنة بيحصل نوع من أنواع العودة للجزور بعث مصر القديمة من جديد وطبعا إحنا مش هدفنا أن نعبد الفرعنة أو الأليهة أو الكلام للناس المخاهة شوية ببصلها بنظرة محدودة مش هيدي القصة إحنا بناخد القيم وراء الحضارة المصرية القديمة حضارة قامت على العلم والعمل والإيمان والعمل بدقة من شوف الأهرامات كبناء هو بناء هندسي معجز معماري فلكي لكن حتى تشوف الدقة إزاي هذا العمل العظيم بناء على مدار زمني طويل بفريق جبار من العمال والمهندسين والفنيين والفنانين فده هو الإعجاز يعني الهرم في حد ذاته معجزة على كافة المستويات لكن نشاف الإعجاز الإداري من وراء هذا البناء العظيم وهذه المنظومة المعمرية الفلكية الهندسية الإدارية هو الإنجاز الحقيقي الأمارة حضرتك في النقطة دي أنا بس في النقطة مهمة جدا يعني فن الإدارة أو علم الإدارة ده كان موجود طبعا علوم كتيرة جدا طبعا المصرين القدماء كانوا سبقين فيها بشكل كبير